مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذا اللقاء الخاص مع السيدة أسماء بن قادة دكتورة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية مرحبا بك سيدة أسماء أهلا وسهلا يعني ونحن على بداية اللقاء هل كنت مرتاحة؟ تماما سيدة أسماء أول سؤال ربما رح نترحولك هو على إطلالاتك الإعلامية من خلال وسائل الإعلام يعني شوف نحن بلك إطلالاتك رهي قليلة يعني هذه الإطلالات هل هي مدروسة ولا تختارين الوقت المناسب للظهور للإعلام؟ بطبيعة الحال هي مدروسة لا يمكن للإنسان أن يظهر بمناسبة وبغير مناسبة لابد للإنسان عندما يقرر تسليط الضوء على قضية ما على مشروع ما على حدث ما أن يكون يحلل في الصميم وأيضا يقدم إضافة جديدة للحدث أو القضية أو الاستحقاق أو لمشروع ما وبالتالي لا يمكن للإنسان أن يكثف تواجده في الإعلام بالمناسبة وبغير مناسبة زيدة أسماء هناك من يعرفك على أساس دكتورة في العلوم السياسية وذات شهادات عليا ولكن هناك أيضا ميزة من خلال شخصيتك هو انتمائك إلى عائلة الأمير الجزائري الأمير عبدالقادر هذا الأمر أشكو على بالك بالك المحاور والناس بمجرد أن يلتقي بك يجيه طيف الأمير عبدالقادر بصورة تلقائية هذا الأمر هل تحسيه سيانا فونتاش بوهو؟ هو طيف الأمير عبدالقادر يسكن كل ذات جزائرية معتزة بكيانها ومعتزة بجزائريتها ومعتزة بوطنها لست وحدي في ذلك سيدة أسماء بالحديث دائما على نسبك أنت ابنة الدكتور المرحوم محمد بن قادع الملقب بأبو الرياضيات في الجزائر رحمه الله رحمه الله الدكتور محمد بن قادع كان يوصي بناته أنتم في الأسرة خمس بنات ست بنات نعم ست بنات حصلت على الدكتورات يعني يحكينا على التحصيل العلمي المميز عند عائلة بن قادع هو خديجة حاصلة على شهادة دكتورة دولة في الفلسفة وهي أستاذ دكتور في كلية الفلسفة وفاطمة الزهرة جراحة جراحة الوجه والفكين وأيضا زينب متخصصة في علم اجتماع الجريمة أيضا أستاذ دكتور في الجامعة الجزائرية وإكرام أيضا متخصصة في علم الاجتماع الديني وأيضا لدي ثلاثة إخوة أحدهم متخصص في الهندسة المدنية ماجستر وعوني وهو عم الأمير عبدالقادر على مسماه المتخصص في الهندسة المدنية هو قادة مختار على عم الأمير عبدالقادر الجزائري أيضا عوني متخصص في المارين مارشونت بحرية تجارية نساح التعبير وأيضا عبد الرحمن متخصص في اللغة الألمانية السيد المرحوم محمد بن قادة كان يركز من خلال توصيته لبناته وهذا الشيقرته أنا في إحدى مقالاتك أنه كان يقول لكم يعني يركزوا على العلم عوض النسب يعني كان حريص على أنه أولاده يكونوا يعني عندهم تحصيل علمي كبير صحيح يعني كان التوجه في التكوين والتربية وقائم على العلم والإيمان بالدرجة الأولى وكان يحطنا على ذلك بشكل يعني قوي جدا ولم يكن يهم في الحياة سوى هدين الركنين الذين تقوم عليهم الشخصية مع حب الوطن ومع المحافظة على الهوية مع خدمة الوطن يعني كان ينتظر فقط متى تتجسد أحلامه في أولاده من خلال ارتباطهم بالوطن وخدمته من الناحية العلمية يعني جانباً برك على هذا السؤال هل تحسي أنه الهدف تاعه الحق له السيد لو كان عايش كان يكون راضي على إلى حد كبير نعم إلى حد كبير وش فكرك فيه يعني الوالد هل هنا لك شخصية ربما تتفكرك به الوالد كان الدليل في حياتي يعني من خلال توجيهات وهو الذي وضع معالم الطريق كلها بالنسبة إلى اتجاهنا في الحياة فغيابه عنه خلف فراغاً كبيراً نحاول أن نستدركه باستمرار من خلال الرصيد الذي غرسه فينا نحاول استثماره بشكل مستمر يعني برك سمحي للتوضيح للمشاهدين وحضورك معنا اليوم هو كممثلة عن حزب جبهة التحرير الوطني وأنت ضمن الفاعلين في الحملة الإعلامية للمرشحة عبدالعزيز بوتفليقة سوف نغوص أكثر في تفاصيل هذه الحملة الإعلامية التي يبدو أنها مدروسة ولكن يعني سمحي لي برك عندي سؤال بخصوص الأب يعني الأب يعني بعد غياب الأب وشنو هو اللي يعود الفراغ في قلب المرأة هو رصيده طبعا يعني كل تلك التوصيات وكل تلك التوجيهات وكل تلك التربية وكل ذلك الرصيد هو الذي تظل تستثمر فيه يعني يرسخ وفي الحقيقة سيد الوالد لم يكن فقط بالنسبة للتربية والتكوين والعلم بل بالنسبة رؤية متكاملة للحياة الرياضة الترفيه الفن الثقافة الرؤية واسعة جدا للحياة نشأنا عليها وارتسم الاتجاه من خلالها ولا نزال نعيش عليها يعني برك من أجل المصارحة أحد الأصدقاء يعني اللي خبرته أننا سنستضيف سيدة أسماء بن قادة كان قل لي أنه يعني المكانة اللي عندها سيدة أسماء في المجتمع الجزائري وحتى في المجتمع العربي كان يقول أنه نتاج أنه الحياة الأرستقراطية اللي كنتي عيشتها يعني هناك من يربط بين يعني التربية الكبيرة والمميزة اللي عند عائلة بن قادة والوضعية المادية للعائلة يعني هل هذا صحيح أنه أنت امرأة أرستقراطية إلى حد كبير الإنسان لا يصنعه المال أو الوضع المادي أو الطبقة التي ينتمي إليها أو الإنسان يعني بعمق الإنسان بالمعاني التي يعيشها بداخله بثقافته باستثماره في العلم والمعرفة هذا الذي يصنع الإنسان المال لا يمكن أن يصنع شيء يعني ممكن أن يكون مسألة مكملة بالنسبة إلى ما يمكن أن يخلق شيء من الرفاهية الذي يكون في خلفية الاستثمار دائما فيما هو جدي من علم ومعرفة من خدمة للوطن من أعمال اجتماعية يعني كل ما يمكن أن يثري حياة الإنسان من حيث نشاطاته أما يعني لا يمكن أن يكون المال في خلفية شيء مهم بالحياة يعني أصلاً هذه القاعدة لا يمكن يعني أن تنعكسها بشكل سليم على الإنجازات يعني هو مكمل مساعد فقط ولا يمكن أن يكون أساس تواجد الإنسان من حيث كيانه ومن حيث أعماله ونشاطاته هناك من يعني يقول أنه بعد وفاة الوالد رحمة الله عليه كان هناك اهتمام من قبل المسؤولين في الدولة الجزائرية بشخصية المحمد بن قادر يعني تقديراً للمجهودات اللي كان يقومها في الجزائر هناك كان اهتمام يعني بعائلة سيد محمد بن قادر اللي هو والدك يعني خبرنا يعني بعد الوفاة كيفاش كانت الأوضاع في المنزل تعرف أنه يعني المسؤولين الجزائريين وربما بشكل خاص تقصد السيد الرئيس يعني السيد الرئيس على علاقة بكبار المفكرين والمتقفين والعلماء والسياسيين الكبار والخبراء الكبار وعلاقاته عميقة وراصخة ومتفرعة جداً وعلاقة بالعائلة هي جزء من هذه العلاقات الواسعة جداً وبالتالي يمكن أن نضع هذه المسألة في هذا السياق هل يعني انضمامك إلى حزب جبهة تحرير الوطني الذي أعابه عليك الكثير على الاعتبار أنك إسلامية النتاج يعني إسلامية الفكر كان بزاف يعترضوا على انتمائك لحزب جبهة تحرير هل نضالك داخل الحزب هو ربما رد امتنان لسيد الرئيس؟ أنا لا أؤمن بوجود فكر إسلامي يعني الإسلام هو منظومة من القيم ومنظومة من الأخلاق إنما بعثته لأتمم مكرم الأخلاق هذا التجريد للإسلام من بعد الرسالة خطير وخطير جداً يعني نحن لا نتحدث عن فكر إسلامي ممكن أن نتحدث عن فقه وضعي ممكن أن نتحدث عن الشريعة الإسلامية ممكن أن نتحدث عن اجتهادات فقهية يمكن لكن الحديث عن وجود فكر إسلامي معاصر يعني بالمفهوم العلمي والمعرفي لا وجود لها وبالتالي أنا أرفض أن أوصم بكلمة إسلامية أو إسلاموية أو فكر إسلامي أو أنا شخصية مستقلة تماماً من حيث الفكر يعني أرفض أدلجة الإسلام بشكل قوي واضح تماماً وانتمائي إلى جبهة التحرير الوطني يعني هو انتماء طبيعي كل الشعب الجزائري يعني ينتمي إلى هذا الرصيد الكبير وانتمائي سياسياً له أيضاً شرف كبير يعني أنا شخصية مستقلة لم أمنح ولائي يوماً لجماعة إسلامية أو لشيخ أو لحزب إسلامي بأي شكل من الأشكال وبشكل مباشر أو غير مباشر يوم قررت أن أمنح ولائي منحته لجبهة التحرير الوطني بسبب كل ما تمثله وما يعرفه كل مواطن ومواطنة جزائرية وشرف كبير لي أن أنتمي إلى هذا الحزب وإضافة كبيرة لي أيضاً وأن يكون الرئيس الشرف للحزب والسيد الرئيس ذلك يضيف إلي الكثير أيضاً يعني تغلقين بالمجاملات المرشحة عبد العزيز بودفليقة في أغلب حديثك عنه كتسوى حديث على الإعلام ولا حديث خاص أنا لا أتحدث من منطلق المجاملة أنا أعبر عن حقائق وأعبر عن يقين يسكن كياني فكراً ومعناً من منطلق أن السيد الرئيس سواء برصيده في ثورة التحرير سواء برصيده الخاص بالسياسة الخارجية للجزائر بمهاراته الدبلوماسية البارعة أو برصيده في الجهاد الأكبر الخاص ببناء الدولة وبالتنمية المستدامة كما هذا الشخص منح عمره كله للجزائر وحقق إنجازات كبرى من حق كل جزائري عليه أن يقدم كل آيات الامتنان والعرفان لهذه الشخصية وأنا جزائرية وبما أعلمه من خلال بحوثي ودراساتي ومن خلال تكويني ومن خلال الطلعات لهذه الشخصية ما قدمته من خدمات جليلة لهذا الوطن تستحق منه كل التقدير والعرفان وذلك حديث عن دعوة أحزاب إسلامية وحركات إسلامية تسعى إلى ضم اسم أسماء بن قادة إلى عناصرها هل هذا الأمر صحيح؟ بالتأكيد في مراحل معينة من التاريخ كل حزب عندما يتأسس يحاول استقطاب مجموعة من النماذج التي يراها أمامه وللشخص الإختيار أنا في مرحلة معينة لم أكن أرى نفسي يعني وفقا لعمري الفكري والمعرفي ولتكويني السياسي لم أكن أرى نفسي في أي من يعني يوم أن ظهرت التعددية السياسية لم أكن أرى نفسي في أي حزب سياسي موجود أو جماعة سياسية إلى آخره إلى غاية أن بلغ عمري المعرفي والعلمي مرحلة معينة ووجدت بأنه ممكن أن أضيف ويضاف إلي من خلال الانتماء إلى هيئة سياسية معينة أخذت ذلك القرار وأخذته بكل قناعة ورشد ونضج وأنا سعيدة به أنت سعيدة يعني الآن بكل صراحة يعني أكي مرتاحة داخل الحزب تماما لأن الحرية المتوفرة داخل الحزب من حيث النقاش والجدل والبحث والأخذ والرد وإبداء الرأي متوفرة بشكل كبير جدا وهذا ما يريحني باعتبار أكاديمية وباحثة والمجال العلمي بالنسبة إليه يعني على رأس الأولوية فيما يخص الخدمة التي يمكن أن أقدمها حيثما كنت فهذا يهمني جدا هي مرحلة الاستثمار في رأس المال الفكري والمعرفي ووجدت نفسي في هذا الحزب الكبير المعترضون على المكان التي تحضينا بها داخل الحزب العتيد حزب جبهة التحرير الوطني يبررون معارضتهم على أنك على الاعتبار أنك يعني عمر نضالك داخل الحزب مقارنة بأعضاء آخرين قصير يعني كيف تجيبون على من يعترضون انضمامك إلى حزب جبهة التحرير لابد أن نعود إلى مفهوم النضال يعني نحن في عصر العولمة والانفجار المعرفي والتحولات السياسية الكبرى مفهوم الحزب السياسي في تحول كبير وأيضا مفهوم العمل السياسي في تحول كبير ما هو مفهومنا للنضال هل مفهومنا للنضال يعني ممكن أن نختزل كله في بطاقة أم مفهومنا للنضال بما يمكن أن يقدمه ويضيفه الشخص إلى الحزب الذي ينتمي إليه مع تقدير المفهوم التقليدي للنضال ولكن وفقا للتحولات الجارية على مستوى الواقع الفعلي لمفهوم السياسة في حد ذاتها والعمل السياسي يجعلنا نفكر في مراجعة كثير من المفاهيم يعني الزمن يتغير بتسارع كبير جدا وأيضا المفاهيم وكما يتغير مفهوم السيادة ومفهوم الأمن ومفهوم الحدود في عصر العولمة وأيضا مفهوم العمل السياسي والحزب السياسي لابد أن تتغير بعض مفاهيمنا أيضا حتى نلتحق بالمستجدات التي لا تجعلنا نتخلف عن غيرنا من القوى الدولية فيما يخص واقعنا المعترضون على نضالك داخل حزب جبهة تحرير الوطني ألا ترين ربما أنهم يخلطون بين كونك إمرأة يعني إمرأة مناضلة وبين ما يمكن أن تقدميه داخل الحزب أليس اعتراضهم ربما قائم على عساس أنك إمرأة ونحن نعرف باللي في حزب جبهة التحرير الوطني قلائل النساء التي تصنعنا الحدث حزب جبهة التحرير الوطني كان زاخرا دائما منذ ثورة التحرير بشخصيات نسائية كفأة قوية جدا من حيث مؤهلاتها ومن حيث إمكانياتها ونحن نجسد استمرارية لهذه الشخصيات ولكن بشيء من التجديد وبشيء من الاجتهاد وبشيء من الرؤية المستجدة فيما يخص فيما يخص ما يمكن أن نحقيقهم من فعالية على مستوى الحزب إذا كان هناك بعض ردود الأفعال فيما يخص التحاقي بالحزب في الانتخابات التشريعية والتحاق حدث لأن نحن نعيش جبهة التحرير في أعماقنا منذ أن ولدنا ولم نتغير ولم نتحول ولم ننتمي إلى شيء آخر ولم نمنح ولاءنا لأي كيان آخر أو فكرة أو أي شيء آخر وبالتالي نحن نجدد ونتفاعل مع المعطيات الجديدة وهذا ضروري جدا وعلينا أن نستوعب جميعا هذه الأمور يعني بالحدث على كلمة نحن قلتي الآن تفضلتي وقلتي أنكم استمرارية للجيل السابق من حزب جبهة التحرير الوطني يعني شفنا مؤخرا عدة وجوه نسائية يعني يريدنا اقتحام الحياة السياسية في الجزائر كنا هدر معهم يقولوا نحن سليلات جميلة بوحيرد نحن سليلات حاسبة بن بوعلي ألا ترين أن هناك استسهال لاستخدام أسماء يعني شخصيات تاريخية كبيرة في الجزائر من أجل أغراض سياسية يعني فقط من أجل الإسم لا هو في الحقيقة هذه المقولات هامة جدا لأن نجسد الاستمرارية هذا تاريخنا وأن تزخر الثورة الجزائرية بمثل هذه الأسماء وأن تأتي بنات جيلي اليوم وبناتنا غدا لكي يتمثلنا هذه النماذج من النساء أمر مهم جدا يعني عندما نقول أنا حفيدة فاطمان سومر وعندما نقول نحن بنات مليكة جايد وجميلة بوحيرد وحاسبة بن بوعلي هذا مهم جدا من حيث الثوابت والمبادئ وليس من حيث يعني طبيعة الأعمال التي نقوم بها مختلفة ولكن أن ننطلق من ما تمثله هذه الشخصيات النسوية من مبادئ ومثل وقيم لا بد أن يظل أو تظل تتورثها الأجيال والنساء الجزائريات إلى أن يرث الله الأرض وما عليها هي نماذج لا توجد في دول أخرى ولا توجد في التاريخ النضالي النسائي بسهولة ولذلك لابد أن نسجل تاريخها بماء من ذهب ونظل نجسده فينا ونعمل به ونورطه لأبنائنا سيدة الكريمة أنا سؤالي كان بخصوص استغلال يعني لماجد مارك تعالى المجاهدات لعرفتهم ثورة التحرير الجزائري وقد أعطي لك مثال وربما رح تستوعب السؤال يعني ربما لي أنا ما وصلت لكش بطريقة سليسة نعطي لك مثال على المناضلة في حركة بركات أميرة بوراوي السيدة أميرة بوراوي عندما تم اعتقالها توقيفها بسبب المظاهرات اللي كانت منذ أيام قالوا لها وسبك قتلهم وسمني حسيبة بن بوعلي يعني فهمتي يعني الربط بين أسماء المجاهدات وبن أجل نضال سياسي محدد هذا خلط في غير محله يعني وهذا محاولة يعني لبس لابوس بعيد جدا عن هذه الشخصيات وما كانت تمثله المسافة فاصلة وفاصلة بشكل يعني كبير جدا المرأة المناضلة في حزب جبهة التحرير الوطني من خلال شخص سيدة أسماء بن قادة كيف ترى أميرة بوراوي المناضلة في حركة بركات يعني ليعيد خرج الإعلام مؤخرا تعرف من بين الأشياء التي رسخها وأيضا وفر الحماية لها ومن المفترض أن يقدرها الشعب الجزائري أحسن تقدير هي حرية التعبير يعني أنا أقمت في الخارج لسنوات طويلة جدا وكنت أعيش الإعلام العربي في أكثر من دولة عربية وألاحظ يعني تلك القوانين وألاحظ أيضا تلك المحظورات وألاحظ الخطوط الحمراء التي تضعها الأنظمة العربية على مستوى وسائل الإعلام وأيضا أتابع وسائل الإعلام الجزائرية وأجد الفرق شاسع وشاسع جدا بين حرية التعبير عندنا وعند غيرنا لا نكاد في بعض الأحيان تتجاوز وسائل الإعلام وحتى الناشطين المواثيق المهنية المعايير المهنية ومواثيق الشرف وكل الحدود وتبقى سعة صدر الدولة واسعة وواسعة جدا على أساس أن هذه الأمور ربما كانت مستجدة في مجتمعاتنا العربية بعد استقلالها ثم في عهد العولمة وفي عهد الانفتاح وتعددية سياسية إلى آخره إذن هذه السيدة عبرت عن موقفها بوضوح وفي حرية والتقدير للشعب الجزائري فيما يخص هذه المواقف شكرا سيدتي الكريمة سوف نتوقف لفصل إشهار أول قبل أن نكمل الحوار مع سيدة أسماء بن قادة ومن ثم سيكون لنا عودة إلى استوديوهات النهار أهلا بكم مشاهدين مجددا قبل الفاصل كانت السيدة تجيب عن سؤال المتعلق بسعي بعض الشخصيات إلى إلصاق أسمائهن بأسماء مجهدات جزائريات كان لهن باع خلال ثورة التحرير سيدة أسماء هناك مقولة متدولة عند الشعب عنده وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة أو امرأة يعني وراء السيدة أسماء بن قادة هل هناك رجل أو رجال كان لهم فضل في دفعك إلى تحقيق ما حققته إلى غاية اليوم هو هذه المقولات وراء كل عظيم مرأة وراء كل عظيم رجل وهي مقولات يعني يحتاج الواقع إلى تفنيدها ولكن لا بأس من القول بأنه طبعا في مجتمع أين تسود تقاليد وأعراف وكثير من الالتباس بين الدين وهذه التقاليد ويعني بعض المظاهر التي يمكن أن تشكل عائق كبير بالنسبة للمرأة وجود يعني أب مستنير وعالم ومؤمن بالمرأة ومؤمن بما يمكن أن تقدموا للمجتمع وفعلا وجدت الكثير من السند في هذا السياق يعني لم أشعر يوما بأني مختلفة عن أخي بما يطلبه الوالد من ضرورة التركيز على كل ما يمكن أن يكون إضافة للدولة وللوطن وللمجتمع وهذه الأمور فإذا كان في هذا السياق نعم وجود مثل هكذا سند وفقا لطبيعة المجتمع الذي نعيش فيه بمعنى أن النساء ربما النساء التي لم تحضينا برجل يعني يسندهم هل هو ضرورة من أجل يعني أن تستمر المرأة في حياتها بنجاح هو عنصر مكمل وعنصر يعني ساند يعتبر سند نسبيا ولكن إذا توفرت في المرأة يعني إرادة قوية وشخصية ومؤهلات وإمكانيات تسمح لها بتجاوز العقبات الموجودة في المجتمع أيضا يمكن أن يتم بدون عندك انتين من الشخصية القوية والعناد اللي أكيد تحت عليه مثل كل الجزائريين والجزائريات عموما يعني قلت لك بأن الأسرة تلعب دور كبير جدا والجزائري بطبيعة أيضا يملك روح التحدي هذه عندما تصادف في الحياة بعض المصاعب وبعض المعويقات سنعود إلى التركيبة التي تحدثت عنها يعني في مقالات سابقة حول شخصية الجزائري ولكن هناك سؤال متعلق بالمكانة التي تحضينا بها عند مشيخ وعلماء الدين هناك من يرى أن أسماء بن قادة لديها مكانة مميزة عند العلماء والمسلمين هذا المكان يعني راجع ما هو سببها يعني ربما يعود ذلك إلى الفعاليات والمؤتمرات والأعمال والدراسات وهذه الأشياء يعني شاركت في الكثير من الفعاليات ربما تتجاوز 200 مؤتمر أو شيء عبر العالم وبدأت هذه بالجزائر يعني لما نقول الجزائر معنى ذلك أنه سواء من حيث الدراسة والتعليم سواء من حيث الثقافة سواء من حيث يعني الفكر وفرت الجزائر كدولة كل ما يمكن أن تنفتح عليه شخصية الجزائري والجزائرية وكل ما يمكن أن يكون رصيده العلم والفكري والثقافي ولذلك يعني عندما نتقدم في هذا التحصيل نحاول قدر الإمكان أن تكون لنا إسهامات حتى نرد الجميل ومن بين هذه الفعاليات ملتقية الفكر الإسلامي التي كنا نلتقي فيها بكل علماء الدنيا في المجال الديني وفي المجال العلمي وكان القائمون عليها يحاولون قدر الإمكان أن تشمل كل التخصصات العلمية والدينية ويحضرها الطلبة والطالبات بحيث يعيشون ذلك التمازج وذلك الجدل وتلك التجاذبات حتى يصبح لديهم تكوين عن استنارة وعن يعني كثير من التبصر وكثير من الوضوح فيما يخص مختلف التخصصات ومختلف ما يمكن أن يجري بينها من مناقشات وحوارات حادة كانت تحصل في ذلك الوقت في تلك الملتقيات حضور الجزائريات في الملتقيات الإسلامية والفكرية يعني بشكل عام هل هو حضور يعني محتشم أم حضور لبأس به هو في الحقيقة نقصت هذه المساهمات كثيرا في خلال المأساة الجزائرية والعشرية السوداء سواء من الرجال والنساء يعني أنا حضرت كثير من مؤتمرات دافوس وشاركت في الكثير من الاندوات على مستوى اليونسكو وفي كثير من المنتديات العلمية وكان حضور الجزائريين قليل إلى حد ما ولكن انتعشت الأمور بعد ذلك وأصبحنا نلتقي كثير من الجزائريين في مختلف المشاركات وأصبح حضورهم يزيد شيئا فشيئا اليوم سيدة أسماء عودة إلى الموضوع الذي تصرنا على أن نخوضه هو متعلق ب يعني مرة من المرات يعني في اتصال هاتفي كنت خبرتني أن الرئيس المترشح عبد العزيز بودفليقة عنده بعد فلسفي للمرأة الجزائرية ولو أني في الهاتف يعني ما فهمت بخصوص هذا البعض الفلسفي لعند المترشح عبد العزيز بودفليقة للمرأة يعني السيد رئيس المجاهد المترشح لمرحلة القادمة يعني بتسمت وانت تتكلمين عن المترشح طبيعيا على قناعة بإنجازات السيد الرئيس وبرؤاه الفلسفية والمعرفية وببرنامجه القادم أيضا من هذا المنطلق أقول بأن السيد الرئيس يعني يرى بأن الارتقاء بمكانة المرأة وتغيير وضعيتها والتمكين لها يتم عن طريق أحد أمرين إما تغيير الظهنيات في المجتمع أو من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات عبر إرادة سياسية قوية تدفع بالأمور إلى الأمام أو أن يعتمد استراتيجية يعني يتخذ هذه الإجراءات بما ينعكس إيجابيا على الظهنيات يعني السيد الرئيس في خطابه في أفريل 2011 قال جملة أنا كنت أتابعها من قطر كنت أتابع الخطاب الذي كان هاما جدا لأنه جاء في تزام مع منعطف وتفاعلات سياسية خطيرة جدا كانت تجري في العالم العربي إلى آخره فوقفت عند هذه الجملة التي قالها عن المرأة عندما قال لولا المجتمع الجزائري لولا المرأة الجزائرية لما بقي المجتمع الجزائري واقفا خلال العشرية السوداء فتأملت كثيرا وأنا لدي كثير من الكتابات عن المرأة الليبرالية والماركسية والأنتروبولوجيا ويعني الهيسانيات وتهريخانية النصوص وقفت عند هذه الجملة ووجدت بأنه فعلا هي تعكس رؤية معرفية وفلسفية لماذا لأن المرأة دائما مرتبطة بالأرض والمرأة دائما مرتبطة بالبيئة وحمايتها فالمرأة عندما تكون هناك سراعات بحكم طبيعتها وقيمها الأنثوية الإيجابية عندما تكون هناك سراعات داخلية بين أبناء الوطن الواحد تسعى بكل الطرق إلى أن تكون هناك مصالحة بين أبنائها ترفض المرأة أن يكون هناك سراع وقتال ودماء بين أبنائها حتى وإن كانوا مختلفين في رؤاهم مختلفين في اتجاهاتهم مختلفين في انتماءاتهم إلى آخره فبينما إذا ما كان العدو خارجي وقت الاستعمار أو وقت الغزو الخارجي لدولة ما المرأة تضحي بزوجها بأبنائها بكل شيء مقابل الأرض ومقابل الوطن ومقابل استرجاعه فهذا الذي كان يريد أن يقوله السيد الرئيس وهي في الحقيقة رؤية فلسفية نعرف كأن الموجة الأولى للنسوية التي كانوا النساء فقط طالبوا بها ببعض الحقوق إصلاحا لوضعهم إلى آخره هذه من ديكارت إلى غاية فلسفة التنوير ثم مع الماركسية والوجودية والشخصانية سيمون دي بوفوار إلى آخره كانت الموجة الثانية للنسوية التي كانت تدعو إلى المساواة المطلقة بين الرجال والنساء المساواة في الأجور المساواة في كثير من الأشياء معروفة ثم جاءت النسوية الثالثة وهي مكونة من يعني عالمات ومنظرات وباحثات وحاولنا أن من خلال دراسة تاريخ المرأة وواقعها وكل الذي جرى عبر هذا التاريخ من منطلق علمي فوصلنا إلى هذه النتيجة ونشاركهن الرأي في ذلك من حيث طبيعة المرأة وانا كان لدي مقال عن وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة عندما عرضت ميشيل اليوماغي عندما عرضت مواجهة الحراك في تونس عن طريق عرض بعض يعني الوسائل الأمنية في سبيل من خلال وثائق الجمهورية الثانية عن تونس لا لا هو مقال كان عندما تتشبه النساء بالرجال في السياسة كان تحت هذا العنوان يعني عندما نقول عن مارغاريت تاتشير المرأة الحديدية المرأة الحديدية بالنسبة إلى من هل بالنسبة إلى معايير الرجل أم بالنسبة إلى معاييرها هي الخاصة يعني دائما عندما نصف المرأة بأوصاف ما تحقق لها الامتياز نعتبر في ذلك معايير الرجل وليس معايير المرأة عندما نقول المرأة الحديدية بالنسبة للرجل هل مطلوب من المرأة أن تكون حديدية يعني وميشيل اليوماغي عندما اتخذت ذلك القرار بعرض المساعدة الأمنية على الرئيس التونسي السابق فكانت من منطلق موقفها المهني وليس من منطلق موقفها كمرأة بينما نحن نريد للنساء أن تقتحمنا المؤسسات السياسية التشريعية والقضائية والتنفيذية إلى آخره لأنه تملك رؤية مختلفة فتتمازج هذه الرؤية مع رؤية الرجل لكي تنتج رؤية متوازنة ورؤية متناغمة للمجتمع يعني هي بوجودها كمرأة راح تثري الرؤية الذكورية إن صح التعبير وتصبح القانون الصادر أو الرؤية أو الاستراتيجية أو أكثر توازنا أكثر تناغما هما متساويين من مطلق الدستور ومختلفين من حيث الطبيعة ولأنهم مختلفين وبناء على المساوة التي تقضي بأن تكون المرأة متواجدة حيثما تواجد الرجل حتى تكون هناك رؤية إنسانية متوازنة سيدتي عندما تقولين أن المرأة لديها رؤية خاصة يعني هذه الرؤية التي تؤمنين بها على الأقل هل في مكان آخر لأن الفتن أنك قلت أنك كنت تستمعين إلى خطاب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من قطر الرؤية والقناعات التي لديك الآن هل هناك من آمن بها في دول أخرى الدول التي قامت بمثل هذه الدراسات حيث الدول التي توجد فيها مراكز البحوث وتوجد فيها في الجامعات أقسام خاصة للدراسات النسائية والدول التي تتابع هذه المسائل لأن تعرف لا شيء أصبح اليوم يقوم على الانطباع ولا شيء يقوم اليوم على الارتجال النفس الذي نتنفسه من المفترض أن يخضع للدراسة وكل القرارات التي تتخذها الأمم المتحدة اليوم والمنظمات الدولية المواثيق يعني منذ المؤتمر السكان في القاهرة وأيضا في المكسيك وأيضا في بيكا وكل هذه بنيت من حيث مطالبها ومن حيث الاستراتيجيات التي صاغتها ومن حيث الاتفاقيات التي أبرمت أنا أتحدث سيدة أسماء التي أبرمت والتي وقعنا على الكثير منها في الجزائر كدولة كلها مبنية على الدراسة سيدة أسماء اسمحي لكلامك الكبير ولكن أنا أتحدث عن قناعتك أنت في قطر هل كنت ترويجين لهذا البعد عن المرأة بنفس الحماسة التي ترويجها الآن في الجزائر في أي فعالية أنا شاركت فيها وفي أي مؤتمر شاركت فيه وفي أي مناسبة يعني أعبر عن هذه الرؤية من منطلق علمي ومن منطلق فكري ومن منطلق بحث ودراسة واليوم وفي الجزائر يعني تعزز هذا الفكر والرؤية والدراسة وهذه القناعة بالإرادة السياسية وهذا يسعدني جدا لأنه في دولتي رئيس يستوعب كل هذه التحولات من منطلق علمي ومن منطلق قائم على الدراسات والبحوث والأجمل في هذا كله أيضا أن الرئيس بحنكته وبحكمته استطاع أن يقوم أو يسوق معادلة فيها احترام للخصوصية وفيها تأكيد على الهوية وفيها تمسك بتعاليم الإسلام الأصيلة وفيها تطلع إلى كل ما يجري من حولنا وفيما يخص المواثيق فيما يخص الاتفاقيات فهذا المزيج كله جعل المسيرة فيما يخص توفير مزيد من الحقوق للمرأة والتمكين لها تكون في سياق منسجم ومتناقضات وقائم على دراسة سواء بالنسبة لما يخص الدين الإسلامي والهوية والخصوصية أو فيما يخص تطلعات سنعرج على هذه النقاط خلال الحلقة ولكن منذ قليل كنت تحدثت عن السعي إلى تغيير الذهنيات عند المواطنين هناك بعض الذهنيات وبعض التعابير ولو أنها ليست صادقة ولا ليست واقعية بالنسبة كبيرة ولكن تحمل جانبا من الصحة هي متعلقة بأن الشباب براء والناس يقول لك البلاد تزاير ولا بلاد لنسا الخدمة لنسا المناصب لنسا أنت من مكانتك كيف تتعامل مع هذه العقليات هذه الذهنيات؟ يعني عندنا دستور وعندنا منظومة قوانين وعندنا هي التي تحكم هذه الأشياء فيما يخص تواجد المرأة في المجالس المنتخبة يعني كان سيدنا عثمان يقول إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن يعني الأحزاب السياسية كلها كم كانت ترشح من النساء على مدار عقود من الزمن؟ كانت ترشح نسبة قليلة جدا وعندما ترشح في أغلب الأحيان تضع النساء كرهان عندما اتخذ السيد الرئيس هذا القرار بتفعيل المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة هو يعي جيدا بأن الإجراءات ستعمل على تغيير الذهنيات لماذا؟ لأن أبنائنا وبناتنا من الأجيال الصاعدة ستتعود على تواجد المرأة في المناصب القيادية سواء في المؤسسة التنفيذية أم التشريعية ويصبح ذلك شيئا فشيئا شيئا عاديا يعني في الجزائر كانت المرأة موجودة في الشرطة بقوة نسبة أكبر عربيا الآن أكثر من أربعين بالمئة من النساء في المؤسسة القضائية نجد أيضا بالنسبة 60% من النساء وأكثر في المؤسسة التربوية وأيضا في التعليم العالي بالإضافة إلى كل مجالات الحياة تقريبا يعني المرأة الجزائرية تنقب عن البترول في الصحراء الجزائرية والمرأة تقود الطائرة حتى في المجال العسكري والمرأة موجودة في كلياتنا العسكرية المهندسة والطبيبة وأيضا على كل المستويات بقيت المؤسسات السياسية حيث يصنع القرار وصناعة القرار هامة جدا لأنها تؤثر في الواقع الفعلي بشكل مباشر وغياب المرأة عن هذه المؤسسات يعتبر إفقار للإنسانية لأن رؤيتها مهمة ومهمة جدا هناك منطقة تداخل بين الرجل والمرأة بالنسبة للجانب المهني وهناك منطقة يختلفان فيها عن بعضهما البعض غياب المرأة معنها إفقار لذلك القطع لأنه ستغيب رؤية المرأة عنها وأضيف إليك بالنسبة للمرأة من حيث تعلقها بالبيئة والأرض والرشوة والفساد يعني كل الدراسات تقول بأن المرأة هي الأبعد عن الرشوة والأبعد عن الفساد يعني بحكم طبيعتها يعني هذا المنطق هذا يليق لك جيدا يعني بسبب المرأة بعيدة عن الرشوة لا بما يفيد المجتمع فقط برنامج الرئيس يقوم على محاربة الفساد يعني وجود المرأة بكثرة في بعض المؤسسات مهم جدا على أساس أنه ذلك عامل مساعد فيما يخص محاربة الفساد آخر سؤال سيدة أسماء قبل أن نمر إلى الفاصل الثاني متعلق بتحدثتي عن ترشيح المرأة في الأحزاب السياسية هناك حديث ربما سيزعجك قليلا ولكن عذرني على السؤال هناك من قال أن ترشيحك في حزب جبهة التحرير الوطني جاء بعد توسط الشيخة موزة من قطر هذا موضوع عار تماما عن الصحة ومدام أنت فتحت الباب لهذا الموضوع أنا سأخبرك عن سر أيضا لا بأس أن يعرفه ويتابعه الشعب الجزائري بعد الانتخابات التشريعية كان لي سفر ضرورية لابد أن أقوم بها إلى قطر قبل أن ألتحق بافتتاح الدورة والعهدة تعالى المجلس الشعبي الوطني وفي ذلك اللقاء علمت صاحبة سمو الشيخة موزة بوجودي في قطر كنا في شهر رمضان وشاركت في جلسة فكرية علمية هي تصر على تنظيمها في قطر في أيام شهر رمضان ويكون فيها مجموعة من الوزراء ومجموعة من الشخصيات الفكرية والعلمية إلى آخره وكنت من بين الموجودين فعندما انتهت الجلسة التقيت مع سمو الشيخة فقالت لي بالحرف الواحد مبروك يا أسماء بالنسبة للمجلس التشريعي وقيل بأني أنا من طلبت من السيد الرئيس ترشيحك وذلك شرف لا أدعيه يعني تعتبر بأنه كونها تقول السيد الرئيس يعني تشير عليه بكذا أو كذا وشرف كبير لها وهي لا تدعيه بخصوص علاقتك يعني علاقة المودة التي تربطك بشيخة موزع يعني لماذا موزات لك اهتماما خاص يعني في أي بلد وفي أي دولة يكون الضوء مسلط على الكفاءات يكون الضوء مسلط على بعض الشخصيات النسائية لكونها امرأة ولأننا وأنا متواجدة في قطر يعني أشارك في كل النشاطات العلمية وفي كل النشاطات العامة التي تحضرها سمو الشيخة موزا وطبيعي جدا أن يكون هذا النوع من التواصل مع الكفاءات ومع كل من يمكن أن يقدم إضافة في مختلف النشاطات إن شاء الله نتوقف سيدة أسماء مع فاصل الثاني ومن ثم ستكون لنا عودة لمواصلة الحوار مع السيدة التي نحن مصررون باستضافتها أسماء بن قادة موسيقى 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 أتجد إلى شافوتين رح أتجوا ورقة منه ورقة منه ورح التاخذ ها مشيط هذي واسمك التاخوية سيدة أسماء سمعت أكيد بمقولة برلمان الحفافات يعني هذه العبارة الساخرة عند المواطن الجزائري ما هو تعريقك؟ هل أنت ضمن البرلمانيات؟ أنا ضمن البرلمانيات وفي الحقيقة يعني هذه المسألة قد تستفز البعض قد تضحك البعض الآخر ولكن أقول لك في الحقيقة بأنه هذا غير صحيح لأنه أكثر من خمسين بالمئة على مستوى كل الكتل والمجموعات البرلمانية في مجلسنا الشعبي الوطني جامعيات يعني لما ترح تشوف لسيفية البرلمانيات تجد المهندسة تجد الطبيبة تجد المحامية تجد الصيدلية تجد الأستاذة الجامعية وتجد إطارات الدولة بمختلف تخصصاتهم يعني هذا عيب من حيث الصدى الإعلامي لأنه أن نعكس هذه الصورة للمجتمع الدولي وهذا غير صحيح ومن المفترض أنه لا نبخص الناس أشياءهم من الناحية الأخلاقية أولا لأنه هذه حقيقة البرلمان وثانيا لا بد أن نهتم بصورتنا كثير التي نصدرها للعالم لأن غيرنا من الدول يهتم ويعني يعكس ما ليس فيه من إيجابيات ونحن نبخص أشياءنا ويعني نقلل مما نملكه ومما هو إيجابي لدينا سنتحدث عن قوانين وعن مشاريع القوانين والكلام يجرنا إلى مؤخرا حول نية استحداث صندوق للمطلقات ما هي الإيجابيات التي ترينها في هذا الصندوق؟ يعني المعنى في بطن الشاعر والمعنى في ذهن الرئيس مرة أخرى السيد الرئيس المجاهد عبد العزيز بودفلي قال لا يرضى أن تنتزع الكرامة من الفئات الضعيفة ولوضعيتها في المجتمع يعني صعبة لهذا السبب يعني تصور نساء مطلقات إذا كانوا يعني الرجال المطلقين ما عندهمش إمكانيات ماشي قادرين على السداد وفي نفس الوقت النساء عاجزات على أنهم يعولوا أبنائهم طبيعي جدا الدولة اللي تحترم نفسها وتحترم مواطنيها وتحافظ على كرامة المرأة والأطفال عندها أنها تنشئ مثل هذا الصندوق اللي ينفق على الفئات المعوزة ولا سيما المرأة المطلقة الحاضنة لأطفال قصر يعني تكون هي ضحية ويكونوا أولادها أيضا ضحية ويتولد عن ذلك آفات اجتماعية ربما تصدر الدولة ربما تصرف الدولة حتى تعالج تلك الآفات أضعاف مضاعفة مما يمكن أن تصرفه لسون كرامة النساء والأطفال أيضا السيدة أسماء بن قادة المناضلة في حزب جبهة التحرير الوطني هل تتبنى قضية الدفاع عن المطلقات؟ أنا من منطلق انتمائي للحزب والمجتمع الجزائري أتبنى الدفاع عن كل الفئات المعوزة وعن كل الفئات المستضعفة وعن كل الفئات التي تكون في حاجة ليس بالضرورة أن يسأل المطلقات هناك دائما حديث عن صعوبة وجه المرأة خلال فترة التوقيع على أوراق الطلق دائما هناك فترات طولة عند بعض النساء إضافة إلى هذه المشكلة هل ترى أن النصوص القانونية المتعلقة بالمرأة المطلقة تحتاج ربما إلى مراجعة أو إلى استحداث مثل استحداث قانون صندوق المطلقات؟ طالما هناك واقع يتطور وطالما هناك ذهنيات تتطور وطالما هناك مجتمع يتفاعل مع غيره من المجتمعات والدول والرؤى والقوانين وطالما يبقى باب الاجتهاد مفتوحا للارتقاء بحقوق الإنسان للارتقاء بحقوق المرأة بحقوق الرجل فأينما كانت هناك ثغرة أينما كان هناك ظلم أينما كان هناك انتقاص لابد من البحث فيه ومراجعته وأنا الذي أعجبني في كلمة سيد الرئيس للمرأة بمناسبة 8 ماي هو تأسيس مراكز البحوث هذه كما قلت لك من قبل يعني النفس الذي نتنفسه يحتاج إلى دراسة فلرصد كل هذه الاحتياجات بدون تحيز لمرأة أو رجل نتحيز فقط للإنسان برصد كل هذه الاحتياجات ودراستها على أرض الواقع يمكن أن تحدد استراتيجية والاستراتيجية تتحول إلى مشروع قانون ومشروع قانون يسعى إلى التعديل دائما في إطار خصوصيتنا وانتمائنا وفي إطار أيضا التحولات الدولية وآخر ما وصلت إليه من تطور في المسائل ونستطيع دائما أن نصوغ المعادلات التي تنعكس إيجابيا على مجتمعنا وأفراد رجال كانوا فيه أو نساء أو أطفال وأنت في إطار الحملة التي تريدين إنجاحها للمترشح عبد العزيز بوتفليقة ما هي النقاط التي ربما تستعرضينها بفخر حول إنجازات الرئيس أو المترشح عفوان وبرنامجه يعني أول الإنجازات التي لا يمكن أن يغفل عنها أي جزائري وجزائرية هو المصالحة والوئام والسلم وما تحقق على أرض الواقع يعني كانت الجزائر تنزف دما عندما قدمت هذه الشخصية المجاهدة التي التقت عندها الآراء والمواقف وكانت محل إجماع من طرف الشعب الجزائري كله يعني الإنسان الذي لم يكن يستطيع أن يمشي بضعة أمتار خارج بيته أصبح يتنقل وحتى المرأة يعني من تلمسان إلى تبسة لا تخشى على نفسها شيئاً وهي تسوق سيارتها في جنح الظلام وأيضاً أصبح الرجل يأمن على نفسه وماله وعرضه هذا أكبر الإنجازات يعني الأمن شيء أساسي في الحياة نضيف إلى ذلك البنى التحتية كيف أن السيد الرئيس اهتمد استراتيجياً الاقتصاد الحقيقي لا يمكن أن يقوم إلا على أساس من البنى التحتية التي كانت تعاني من نواقص كثيرة وبعضها انهارت تماماً من الطريق السيار والسكة الحديدية والأقطاب الجامعية والمشاريع الضخمة للسكن يعني المدارس الوطنية العلية والمستشفيات والله عز وجل يقول في كتابه الكريم لا تبخص الناس أشياءهم ينبغي أن نقف على كل هذه الأشياء ونذكرها هذه إنجازات كبرى ثم على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى المرأة وعلى مستوى الشباب وعلى مستوى تحققت كثير من الأشياء إذا كان يسمح وقت الحلقة بإمكان أن نسردها بالمؤشرات والأرقام وبلغة لا تتحمل أي مغالطة يعني المدافعون عن برنامج الرئيس المترشح عبد العزيزة بوتفليقة دائماً محل الانتقاد محل الانتقاد بباب أنه دفاعهم عن البرنامج ليس دفاع لا يؤمنون بالبرنامج وإنما هناك أعتبارات أخرى تجعلهم يدفعون عن البرنامج هل تعرضت إلى هذه الانتقادات؟ أنا لا يهمني ذلك يعني هناك حلبة منافسة على أرض الواقع هناك تنافس من المفترض أن يكون حول الأفكار وهناك تنافس من المفترض أن يكون حول البرامج فنحن نركز على برنامج الرئيس المجاهد ونشرحه ونسلط الضوء عليه ونبلغه للناس ومن ثم كل موات حر في اختياره ولكن نحن عندنا يقين طبعاً بأن برنامجنا من حيث الاستراتيجية التي وضعت ومن حيث ما تضمنه من رؤى قابلة للتنفيذ والتطبيق هو الأفضل نحن على ختم الحوار يعني الكلمة إليك قبل أن أختم وأودع المشاهدين كلمة إلى المواطنين والمواطنات وقبل ذلك إلى المواطنات بشكل خاص أقول لهنا بأن يتوجهنا إلى صناديق الاقتراع يوم 17 أبريل من أجل أن يحافظنا على المكاسب التي حققها لهنا سيد الرئيس المجاهد وحتى تتمكن أيضاً من تحقيق تطلعاتهن في برنامج الرئيس فيما يخصهن إذن أختي المواطنة توجه إلى صناديق الاقتراع يوم الخميس 17 أبريل وانتخبي على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في سبيل أن تحافظ على حقوقك وتستكمليها وإخوان المواطنين والمواطنات توجهوا إلى صناديق الاقتراع يوم 17 أبريل وصونوا مكاسبكم وحققوا تطلعاتكم من أجل بالانتخاب على سيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيد أسماء شكراً جزيلاً على تلبية هذا الدعو نتمنى أن لا تكون آخر فرصة تجمعنا بك عبر قناة النهار إلى هنا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام هذا اللقاء ترقبونا قريباً في لقاء آخر سلام